السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا تمام حكاية الشربات كانت معاكم في الفين اتنين وعشرين من كزا بلد ومن كزا مكان ويعني كان مقتطفاتنا كده في الفيديو ده هنقول لكم احنا عملنا ايه خلال السنة الفين اتنين وعشرين يارب كده تكون سنة كويسة علينا جميعا عدت على خير الحمد لله رب العالمين اول حاجة بدأناها معاكم بطريقة الكسكسي الفلاحي الاصلي اللي عملناه في الغربال تمام وبعد كده عملنا معاكم المنبار حشناه ازاي بالغطى البلاستيك وقلناه وعملنا منبار بوبس اللي هو اصغر منبار في العالم وعملنا حاجات كتيرة فلاحي خالص اللي هي زي البتاة وبقى وفاتت البتاة وخبزناها وخبزنا القرص كمان في الفرن الفلاحي وعملنا المخروطة وكمان الفطير اللي هو يعني الاساسي عند الفلاحين كلها وبعد كده في شهر رمضان كنا معاكم عملنا القطايف وعملنا خليط النحل وعملنا حاجات كتيرة خالص معاكم في مصر لكن في عمان بقى كنا معاكم بحاجات تانية خالص عملنا المحشي وعملنا وروحنا سوق السمك كزا مرة وختمناها معاكم بالمعجنات بكزا طريقة للمعجنات وبدأنا معاكم سلسلة جديدة اسمها سلسلة الاكل الشعبي وختمناها بالفرح او عقد القران اللي احنا عملناه في سلطنة عمان كنا معاكم برضو من السعودية بكزا طبخة حاجات كده بسيطة خالص للناس اللي هي ما عندهاش وقت او مستعجلة او عايزة تتعمل الحاجة سريعة كزا اكل عملناها معاكم وبعد كده بدأنا معاكم سلسلة الفلوكز او اللي هي الرحلات طلعنا الجبل معاكم وروحنا شوفنا الفلامينجو والارود والحيوانات الغريبة اللي كانت موجودة وشوفنا الامطار الرهيبة اللي كانت موجودة في حائل كمان وعملنا رحلة استكشاف بسيطة وكمان جربنا معاكم الكبة اللي هي من نون وكملنا سلسلة الاكل الشعبي عملنا منها جزئين وربنا يستر بها ونعرف نكمل الاجزاء الباقي ان شاء الله بازن الله وختم السنة قبل ختم السنة كده خلصنا معاكم من قطر لما كان المونديال موجود كاس العالم في قطر عملنا معاكم كزا فيديو وصراحة يعني انتو كنا بنتشجع بكم ومشاهداتكم والختم الاخير بقى السنة اللي ختمنا بيها السنة وربنا يا رب دايما يحسن ختمنا جميعا ختمنا معاكم من قلب السعودية من احلى مكان في الدنيا من مكة لما عملنا وقلنا ان احنا هنعمل عمرة لكل حده هيكتب اسمه حد غالي عليه والحمد لله الحمد لله ربنا يسر لنا الامر في الاسبوع اللي احنا عملناه صح ما وفناش الناس كلها بس يعني على قد ما قدرنا كنا معاكم باثناشر اسم وربنا يتقبل وختمناها بالدعوات ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في السنة الجديدة وكل سنة وانتو طيبين